سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية في الأردن اليوم مع مواصلة تأثير المملكة بموجة حر شديدة وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية هذا الأسبوع مدينة العقبة سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في شهر أيلول بواقع 49 درجة مئوية في حين سجل في وسط العاصمة عمان أو سجلت 42 درجة مئوية هذا الارتفاع في الحرارة صاحبه ارتفاع كبير على أحمال التيار الكهربائي ما تسبب بانقطاعات في عدة مناطق رؤية رافقت إحدى فرق الصيانة في شركة الكهرباء الأردنية أثناء عملها في إعادة التيار في مناطق شهدت انقطاعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة ينضم إلينا الآن مراسلنا إسماعيل السلاوي من محافظة العاصمة إسماعيل أهلا بك أنت الآن متواجد في مختبر من مختبرات وزارة الصحة أطلعنا على مستجدات الوضع الوبائي ومستجدات جمع العينات ليلا نحن لسنا في مختبر من مختبرات وزارة الصحة نحن في شركة الكهرباء الأردنية للتصحيح نتقلنا الآن لشركة الكهرباء الأردنية نعم كنا في الميدان رافقنا الكوادر في الميدان في ظل الحرارة درجات الحرارة المرتفعة الآن جئنا إلى مركز الاتصال التابع لشركة الكهرباء الأردنية هذه الشركة المسؤولة عن كهرباء محافظات الوسط عمان، الزرقاء، مادة بلقاء والبلقاء ومدينة السلطة التابعة أيضا لمحافظة البلقاء سدية لليوم ضغط على أحمال مولدات ومحاولات الكهرباء في مناطق عديدة بسبب ساعات الذروة التي شهدتها درجات الحرارة تجاوزت الحاجز الـ 40-45 درجة مئوية في بعض المناطق وفي بعض الأحيان وأيضا ساعد على ذلك الحضر في الزرقاء وفي عمان ساعد على الضغط هنا في هذا المكان يتم استقبال الشكاوى، يتم استقبال الاتصالات لكي أيضا تخرج من هذا المكان الفرق الميدانية وتعمل على التعامل مع هذه الأعطال معنا المهندس حمزة العبدالي يطلعنا بشكل سريع اليوم يعطيكم العافية، جهودكم مباركة ضغط لم تشهده ربما الشركة منذ أشهر أو منذ سنوات نتكلم عن الضغط اليوم هنا في الكول سنتر كم ربما من الاتصالات استخدمتكم؟ هنا في الاتصالات في مركز الاتصال في ذات الخدمات الرقمية تلقينا أكثر من أربع علاف اتصال في جميع مناطق امتياز الشركة في عمان والزرقة والسلط ومارب كما تفضل والله الحمد أني في هذه الظروف السنائية تعملنا أكثر مع 250 عطل على الضغط المنخفل منها خمسة أعطال يتم حالين الاسترجاع إن شاء الله لأنه كوادرنا تعمل في الميدان الآن أحد الأعطال كانت في منطقة الموقر ناجم عن قصد كوابل وصرقة كوابل قبل مجهولين في منطقة الموقر تم التعامل معه وإعادة الأوضاع كما هي كما وجود عطل في منطقة طبربور أيضا كما إرجاع الأعطال في منطقة طبربور والحمد لله جميع كوادرنا تعمل الآن في الميدان وتقوم بإرجاع الأعطال بشكل مناسب بكل سهل وسهولة إن شاء الله تفضل أن نستطيع أن نقول أنه تم التعامل مع كافة الإشكالات إلا ربما الآن خمس انقطاعات تم التعامل تقريباً خمس انقطاعات إن شاء الله يرجى العاملة حالياً على إعدة تيار الكهربائي للمشتركين كما تفضلت جميع انقطاعات كانت منفردة ويتم تام التعامل معه إن شاء الله إذن هذا الضغط اليوم الذي تولد على محاولات الكهرباء وهنا في مركز استقبال الاتصالات الألاف كما سمعتم إلى الاتصالات تم استقبال وهو تم التعامل مع المئات من الأعطال يعني ضغط لم تشهده لا الشركة ولا الأردن منذ سنوات ويعني نحن بنهاية يوم الحضر وبفضل الله يتم التعامل مع الأمور بكل مهنية وبوقت سريع نعم شكراً جزيلاً لك إسماعيل أستيلاوي كنت معنا من شركة الكهرباء وأطلعتنا على سير عمل إعادة التيار الكهربائي وإصلاح الأعطال جراء تزايد الأحمال بسبب موجة الحر شكراً جزيلاً